احيات الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف ذكر الهجرة النبوية الشريفة على مسرح كاسر الامواج في العاصمة ابو ظبي وحضرها نخبة من العلماء والضيوف من الازهر الشريف واصحاب السعادة المدراء التنفيذيون ومدراء الادارات في الهيئة وقد وقف الجميع في مستهل الحفل للسلام الوطني ثم تلى ذلك تلاوة عطرة من اي الذكر الحكيم ومن ثم ابتدأت فعالية الحفل اذ القى الاستاذ عمر حبتور الدرعي مدير ادارة المركز الرسمي للإفتاء كلمة الهيئة رفع في مستهلها اصدق التهاني بمناسبة حلول العام الهجري الجديد الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الهيان رئيس الدولة حفظه الله والى اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكم دبي رعاه الله والى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة والى اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد حكام الامارات والى شعب دولة الامارات العربية المتحدة والى جميع الشعوب العربية والاسلامية والعالم بذكرى الهجرة النبوية المباركة التي اهدت للبشرية ارقى نماذج التحضر البشري والقيم الهادفة والرسائل الكبرى والقى العالم الازهري صلاح السيد محمد من ضيوف الازهر الشريف كلمة عنوانها الهجرة النبوية وفقه الواقع نقل في مستهلها تحيات الامام الكبير شيخ الجامع الازهر الدكتور احمد الطيب الى دولة الامارات قيادة وحكومة وشعبا مؤكدا منهجية الوسطية والاعتدال التي تجمع الخطاب الاسلامي المعاصر الذي تنتهجه دولة الامارات كما الازهر الشريف كما تحدث سماحة الدكتور احمد الحداد مدير ادارة الافتاء في دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي متناولا مع علم التسامح النبوي في الهجرة النبوية